اشتركوا في القناة الرياضيات بالبرتقل تعاون مع وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة والتنمية المحلية وعميد القوافل التعليمية الأساز سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي النهاردة هنبدأ ان شاء الله مراجعة الجبر ولما نيجي نتكلم عن الجبر فهن هنتكلم عن مواصفات الورقة الامتحانية مواصفات الورقة الامتحانية لفرع الجبر عبارة عن خمس أسئلة السؤال الأول اختيار من متعدد في ست جمل رياضية تلاتة منهم مهارات يعني على المعلومات السابقة الصف الأول والثاني الإعداد وأيضا من المرحلة الابتدائية بعد كده معانا أربع أسئلة كل سؤال مكون من ألف وبه تلاتة منهم طبعا أم ستة تلاتة منهم على الوحدة الأولى تمن أسئلة واربعة على الوحدة التانية وسؤال على الوحدة التالية لو تكلمنا عن التلاتة بتوع الوحدة الأولى مفصرين كالآتي سؤال على حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين جبريا أو بيانيا سؤال على حل معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد باستخدام القانون العام وسؤال على حل معادلتين في متغيرين إحدهما من الدرجة الأولى والثانية من الدرجة التانية أما الوحدة التانية بيجينا على سؤالين على العمليات على القصور الجبرية سؤال على تساوي كسرين جبريين وسؤال على المعكوس الضربي للكسر الجبري أو المجال المشترك لكسرين جبريين السؤال الأخير بتاع الوحدة الثالثة ده سؤال على الاحتمالات تعالوا نشوف مع بعض أول سؤال في حلقة اليوم سؤال أول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة احتمال الحدث المستحيل يساوي فاي سفر نص وأخيراً واحد احتمال الحدث المستحيل يسوي إيه؟ برافو عليك يسوي سفر وبالتالي باختار الإجابة به نشوف السؤال اللي بعده إذا كان احتمال وقوع الحدث ألف يسوي خمسة وسبعين من مية فإن احتمال عدم وقوع الحدث ألف يسوي نقاط واحد تلاتة على الأربعة نص وأخيراً رابع لما يكون مديك احتمال وقوع حدث وعاوز احتمال وقوع عدم وقوع هذا الحدث اعمل إيه؟ برافو عليك بطرح من واحد يبقى واحد نقص خمسة وسبعين من مية حيدينا خمسة وعشرين من مية اللي رابع وبالتالي باختار يلا نختار الإجابة دال نشوف اللي بعده إذا ألقي حجر نارد مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد أول يسوي نقاط سفر ربع نص وأخيراً واحد لما ألقي حجر نارد مرة واحدة عندنا إيه هو فضاء النواتج أو فضاء العينة عند تجربة إلقاء حجر نارد مرة واحدة برافو عليك اللي هي الأعداد من واحد لستة وبالتالي إما بأسم بأسم على ستة احتمال ظهور عدد أولي مين شاطر يقول لي إيه هي الأعداد الأولية اللي موجودة من واحد إلى ستة برافو الياه الاثنين والتلاتة والخمسة عددهم كام؟ تلاتة على عدد فضاء العينة أو فضاء النواتج ستة وبالتالي تلاتة على ستة يسوي كام؟ نص تعالوا نختار نص اللي هي الإجابة جيم نشوف اللي بعده نقطة التقاطع المستقيمين صادي يسوي ثلاثة وسين نائس خمسة يسوي سفر هي نقط الزوج المرتب ثلاثة وخمسة الزوج المرتب سالب خمسة وثلاثة الزوج المرتب سالب ثلاثة وخمسة وأخيراً الزوج المرتب خمسة وثلاثة نقطة التقاطع المستقيمين عبارة عن إحداث سيني وإحداث صادي داخل زوج مرتب زي ما احنا شايفين يطرى السين بكام؟ والصد بكام؟ لو بصيت على الشاشة هتلاقي الصد بتلاتة دي جهزة أما السين مش موجودة دي موجودة في معادلة من الدرجة الأولى في متغير واحد سين نائس خمسة بتسوي سفر أخرج بعكس الإشارة يبقى السين بتسوي خمسة كده أنا عرفت الإحداث السيني بكام؟ بخمسة والصد بتلاتة إذا النقطة التقاطع هي دايماً نكتب الإحداث السيني الأول والصدية التاني فهتكون خمسة وتلاتة يلا نختارها اللي هي الإجابة دال اللي ظهرت أمامك على الشاشة شوف اللي بعده مجموعة أصفار الدال لدال حيث دال سين تسوي سين زائد خمسة هي نقطة المجموعة خمسة المجموعة اللي بداخلها العنصر سالب خمسة حافر المجموعة خمسة وأخيراً حافر المجموعة سالب خمسة عشان أجيب أصفار الدالة مين شاطر يقول لي عشان أجيب أصفار الدالة أعمل إيه؟ أيوة أصفار الدالة يا مستر هي قيم سيني التي تجعل هذه الدالة تسوي سفر إذن عشان أجيب أصفار الدالة أسويها بالسفر وحل المعادلة يلا نسوي الدالة اللي قدامنا دي بالسفر اللي هي سين زائد خمسة بتساوي سف مين شاطر بقى يحل للمعادلة برافو أخرج بعكس الإشارة إذن السين بتساوي سالب خمسة وبالتالي أصفار هذه الدلة هي المجموعة سالب خمسة يلا نختارها الإجابة بي أشوف اللي بعده مجموعة حل المعادلة سين تربيع ناقص أربعة سين زائد أربعة ساوي سفر في حه هي المجموعة سالب اتنين واثنين المجموعة أربعة واحد المجموعة اتنين وأخيرا المجموعة الخالية اللي هي فعل عشان أحل المعادلة اللي أمامنا دي معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد وإحنا خدنا زائد حلها إما بيانيا أو جبريا وجبريا باستخدام القانون العام ويمكن أيضا حلها بالآلة الحزبة ويمكن حلها عن طريق التحليل وطالما ده سؤال اختيار من متعدد إبه يمكن أن تتحلها بالآلة الحزبة بباشرة طبعا هيطلع النتج بيساوي إيه هيساوي اتنين اللي هي الإجابة اللي ظهرت أمامك دلوقتي يجي تعالوا نشوف اللي بعده مجموعة أصفار الدال لدال حيث دال سين تساوي سين ناقص واحد على سين زائد واحد هو نقط حافرق سالب واحد حافرق واحد المجموعة واحد وأخيرا المجموعة سالب واحد الدالة اللي قدامك دي دالة إيه برافو عليك دي دالة كسرية طب أصفار الدالة الكسرية بتساوي إيه أيوة تمام سمعت واحد قال لي يا ميستر أصفار البسط فرق أصفار المقام يلا أصفار البسط إيه واحد بغير الإشارة أصفار المقام إيه سالب واحد إذن مجموعة أصفار هذه الدلة هي المجموعة واحد فرق المجموعة سليب واحد والفرق يعني الموجود في الأولى وغير موجود في الثانية وبالتالي طبعا بختار الإجابة جيم اللي ظهرت أمامك دلوقت نشوف اللي بعده إذا كان ألف جزء من بيه فإن احتمال ألف اتحاد بيه يسوي نقط ومديك أربع اختيارات سفر لم ألف احتمال ألف احتمال البيه وأخيرا احتمال ألف تقاطبه أعتقد احنا تكلمنا عن الموضوع ده في الحلقات السابقة لما يقولك ألف جزء من بيه لما يكون عندي ألف جزء من بيه يبقى التقاطع يدينا مين؟ أيوة برافو عليك الزغير اللي هو الألف والاتحاد يدينا الكبير إذن احتمال ألف اتحاد بيه يسوي احتمال الكبير فيهم اللي هو مين بيه يلا نختار الإجابة اللي هي جيم اللي ظهرت أمامك دلوقتي على الشاشة نشوف اللي بعده المجال المشترك للدلتين عندي كسرين جابريين سين زائد اتنين على سين ناقص ثلاثة وسين على سين ناقص ستة هو نقط وقادي أربع اختيارات حافر المجموعة تلاتة حافر المجموعة ستة أخيرا حافر تلاتة وستة مين شاطر يقول لي هو المجال المشترك لكسرين جابريين بيسوي ايه؟ أيوة برافو عليك حافر مجموعة أصفر مقامة يهمة لتنين قل لي أصفار الكسر ده ايه؟ أيوة المفروض المقام هنا أصفره تلاتة الكسر الثاني أصفر المقام ستة إذن المجال هو حافر المجموعة تلاتة وكام وستة اللي هي الإجابة ده للي ظهرت أمامك دلوقتي تعالوا نشوف اللي بعده بيقول لي هنا في المثال اللي أمامك ده باستخدام القانون العام اوجد في حه مجموعة حل المعادلة سين ناقص واحد على سين يسا وسالب اتنين مقربا الجواب لرقم عشر واحد من شاطر يقول لي السؤال ده على ايه؟ برافو عليك ده سؤال على حل معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد خد بالك قالك باستخدام القانون العام حلها جابريا طيب عشان أحل معادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد جابريا باستخدام القانون ايه هو الشرط؟ برافو عليك الشرط يا مستر تكون على الصورة العامة اللي هي أيوة ألف سين تربيع زائد بهسين زائد جيم يسا وسفر هل ده على الشرط اللي احنا قلناه؟ لا وبالتالي لازم أخليها على الشكل اللي انتو قلتهولي دلوقتي اللي هو ألف سين تربيع زائد بهسين زائد جيم يساوي سفر أول حاجة طبعا عشان أخليها تساوي سفر السليب اتنين ده تتحرك من الطرف الايصر للطرف الايمن بعكس الاشارة اعتبامجة باتنين تاني حاجة عايزة تخلص من السين اللي في المقام أعمل ايه؟ أيوة سمعت واحدة وقال لي يا مستر بضرب المعادلة كلها في هذا المقام اللي هي سين إذن حضرب الحد الاول ده سين في سين أيوة بسين تربيع واحد على سين في سين حيدينها واحد السليب اتنين لما تدخل هتبقى موجة باتنين في سين بموجة باتنين سين يساوي كام؟ أيوة بيساوي سفر يلا نكتبع على الصورة العامة قادي عند المعادلة دي اللي مدهالي حضرب في سين عشان اتخلص من المقام هتبقى بهذا الشكل يبقى سين تربيع ناقص واحد بتساوي سليب اتنين سين قلنا بدخل السليب اتنين سين من الطرف الايصر للطرف الايمن بعكس الاشارة هتبقى موجة باتنين سين ورتب على الصورة العامة اللي اتفقنا عليها تبقى إذن المعادلة على الشكل سين تربيع زائد اتنين سين ناقص واحد يساوي سين كده المعادلة بقت على الصورة العامة عشان احلها يا ترى اول خطوة اعمل ايه برافو عليك احدد الالف والبيه والجيم من هو الالف معامل السين تربيع والبيه برافو عليك معامل السين وجيم الحد المطلق اذا الالف يساوي واحد وبيه تساوي اتنين والجيم بتساوي سالب واحد ادي الالف والبيه والجيم يا مستر هم الله تمام كده يلا بقى نكتب القانون العام لحل معادلة الدرجة الثانية في متغير واحد مين شاطر يقولولي برافو سين تساوي زي ما سمعتك سالب بيه زائد او ناقص الجزر التربيعي لبيه تربيع ناقص اربعة الف جيم على اتنين الف ادي القانون العام اللي احنا اتفقنا عليه دلوقتي سالب بيه زائد او ناقص الجزر التربيعي لبيه تربيع ناقص اربعة الف جيم على اتنين الف يلا نعوض حشيل البيه واكتب قيمتها والآلف واكتب قيمتها والجيم واكتب قيمتها إذن هتبقى سين بتساوي سالب به يعني سالب اثنين زايد أو ناقص الجزر التربيعي لبيه تربيعي عن أربعة ناقص أربعة في واحد اللي هو الألف في جيم اللي هو سالب واحد على اثنين في واحد طبعا ممكن بجيب بالآلة الناتج مرة بالزايد ومرة بالناقص لكن أنا هنا عملها لك بطريقة تفصيلية هنضرب طبعا الأول واجمع واشوف تحت الجزر كام أهو بسرعة كده نشوفها مع بعض يبقى سين بتساوي قادي الناتج أهو طبعا عبارة عن سالب اثنين زايد أو ناقص أربعة زايد كام أربعة اثنين في واحد باتنين أربعة واربعة تمانية يعني سالب اثنين زايد أو ناقص الجزر التربيعي لاتنين جزر اثنين اللي هي الثمانية على اثنين ممكن أقسم طبعا على اثنين وبالتالي أقدر أجيب قيمة السين أهو السين الأولى تطلع بأربعة من عشرة أو سين تطلع بكام بسالب اثنين واربعة من عشرة إذن مجموعة الحل عبارة عن قص مجموعة وبداخله جزراء المعادلة أو الحلين اللي هم اربعة من عشرة وسالب اثنين واربعة من عشرة تعالوا ننتقل إلى سؤال تاني بيقول لي يوجد في حفحة مجموعة حل المعادلتين الآتياتين معا نشوفهم بسرعة سين زائد صاد يساوي اربعة واثنين سين ناقص صاد بيساوي اثنين طبعا دول معادلتين من الدرجة الاولى فيه متغيرين هستخدموا محلهم مع بعض بطريقة الحزف يلا نكتبهم تحت بعض اعدي المعادلة واحد وادي اثنين هحزف هنا الصاد لان واحد بالموجب واحد بالسالب واجمع المعادلتين يبهى ثلاثة سين بتساوي ستة اقسم الطرفين على ثلاثة ومنها السين تساوي كام اثنين هنعوض في اي من المعادلتين طبعا السهلة هي الاولى هشيل السين واكتب اثنين بالتعويض في واحد يبهى اثنين زائد صاد يساوي اربعة هحل المعادلة يبهى الصاد اربعة ناقص اثنين يعني الصاد باتنين هنكتب مجموعة الحل قوس مجموعة وبداخله زوج مرتب المسقط الاول هو سين والتاني هو صاد يبهى المجموعة اللي بداخلها الزوج المرتب اثنين واثنين بكده عزائي الطالبات والطلبة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة كان معكم محمد حسن تحياتي وتحيات فريق العمل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته